موسيقى 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 الأرضية التي جاء عليها تأسيس تنسيقية جهة فاسم كناس لي حمالة شهادات المواطنين هي أرضية يعلمها الجميع إقصاءات من اجتياز مباراة التعاقد المرفوضاتي في الأصل كذلك الهجومات التي تعرفها الدولة المغربية على الوظيفة العمومية وحيرمان مئات الآلاف المعطلين من حقهم العادل والمشروع في جتياز المباراة ديال التعاقد بالإضافة إلى جتياز مبارايات أخرى نعلم جميع لأن الدولة ماشية في طريق الخصاصة ديالها وكتهدف بهذه الأساليب هذه ما هي إلا ترمي في الأساس ديالها إلى تفويت القطاع ديال التعليم إلى الرأس مال إلى الخصاصة الدوافع التي دفعت بنا كمعطلين لتأسيسها التنسيقية هو الإحساس بالظلم والحقرة إحساس بالقهرة كيف يؤقل أن واحد أفناء سنوات عمره في التحصيل والعلم والكد القارة سعرض للشارع وحامل الشهادة عليا هناك نسألوا ما ما صار الجامعة المغربية ما ما صار الشواهد المسحصلة عليها ما ما صار الدكسورات ما ما صار الدمسترات ما ما صار الشباب المغربي لم يعد لدينا ما نخسيره سنواجه سنصعد مع كافة خطوات التي نعززم القيام بها وهي مسيرات احتجاجية وقفات احتجاجية اعتصامات اضربات طعامية ويمكن أنها تمشي حتى المالة تحمد عقباه لأننا لن نتحمل المسؤولية في ذاتنا فضل وضعية بقدر ما سنتحملها في الدفاع على الوضعية كمعطالين معارك التنسيقية بطبيعة الحال كما شارل بلغ تأسيسي الباريح على أنه ستكون ممركزة في فاس كفرع وللمناطق الأخرى الحق في تأسيس فورو علىهم من أجل الدفاع محليا ويمكن أن نخذ معارك على المستوى الجهوي وعلى المستوى المحلي تتمينا الدوافع التي دفعتنا لتأسيس هذه التنسيقية وهو إقصائنا أين هم المؤسسات الوصية على القطاع أين هي المؤسسات الوصية على التعليم كل من يتحمل المسؤولية في وضعية المعطال سيكون له نقاش وكلام مع المعطالين في الجهة هذه القرارات هي قرارات مجهفة في حق عدد كبير من المعطالين في المغرب التي تجاوز 200 ألف معطال أو أكثر التي تحرمت من جهاز مباراة تعليم بدواعي تقف السن والقرارات التي تحدث سابقا إذن هناك معطالين قرأنا في الجامعة التي تجدنا الدبلومات التي تجدنا أن نخدمها المطالب هو المطالب العادي والمشروع وهو الشغل وهذا الشغل العبارة إذا كنا قرأنا في الجامعة المغربية وشدنا لشهادة الإجازة أو الماستر لنخدمها وما القينا لنخدمها لنقعدنا من خدمه حرمني في عام السن ثلاثين سنة أو الميزة فهذه معايير لا يوجد معيار لتقصيني بالسن أو الميزة غير معقول وغير منطقي بالبتس والمطلق أننا تقصيني بعام السن أو الميزة وعدد السن الطالب في المغرب لماذا يتعطل في الجامعة وراء الإشكال لم يفرن لهم ساكن لم يفرن لهم واحد المين هل ستجعله يقرأ ويشد لالي السن في ثلاثين لنكونوا واضحين الطالب في الجامعة يجرع في العربية أو في المدينة يخدم في البناء وعنده ستاديال دراري يسكنه في الأبارة 30 أو 40 متر كيف هذا الطالب يقرأ إذا لم يفرش الشرط ودوره في الملائمة يقرأ في الجامعة لأنه يقرأ في الزن أو 40 سن التي تقرأ في الإجازة ويقرأ ويقرأ لأنه الطالب يعمل في الهواقع ويقرأ لكي يكمل دقل الليسانس ديال